اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم باسم ونيابة عن إخوان منتسب قوة دفاع البحرين أصدق آيات التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين على تأسيس قوة دفاع البحرين شاكرا لسموكم الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لقوة دفاع البحرين حتى وصلت لهذا المستوى المشرف الذي مكنها من الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار مملكتنا الغالية والمشاركة في استقرار المنطقة مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة سائلا الله العلي القدير أن يعيد على سموكم هذه المناسبة المجيدة ووطننا الغالي ينعم بالخير والازدهار والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيبة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة القائد الأعلى أحيضه الله ورعا وأن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يحفظكم فخرا وذخرا وسندا لمملكة البحرين ولشعبها الوفي ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا برقية شكرا جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعا هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعا ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلقد اطلعنا بمزيد من التقدير على برقية سموكم الطيب المهني ألنا بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين وأنه ليسرنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعبر لسموكم عن شكرنا لمشاعركم النبيلة واعتزازنا بما توالون بدله من جهود طيبة دعوبة لمواصلة الارتقاء بكفاءة وأداء قوة دفاع البحرين مؤكدين في هذا الصدد مواصلة دعمنا القائم والمأهول لهذا الصرح الوطني الشامخ دعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة الوطنية الغالية وأنتم تتمتعون بمفور الصحة والسعادة وأن يحفظ وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن إيسى الخليفة عهده الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء شكرا للمشاهدة